في إطار الصالون الدولي للرقمنة قمنا بتنظيم دورات تكوينية في إطار الرقمنة التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والنظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر كانت هناك دورة تكوينية الأولى يوم الخميس الثمانية أجويلية والدورة التكوينية الثانية كانت اليوم وذلك في إطار احترام البروتوكول الصحي كان هناك عدد المشتركين عدد كبير بزيف نحن من أجل احترام البروتوكول الصحي قمنا بدورتين تكوينيتين واحدة بالخميس واحدة بالسبت الحمد لله جونا مهتمين من كل الشرائح المجتمع كانوا هناك طلبة كانوا هناك إطارات في مؤسسات وطنية ومؤسسات خاصة كانوا هناك أصحاب شركات ناشئة كانت الدورة غنية جدا كما شفتوا آراء المشاركين كانت الدورة التكوينية مجانا من أجل استفادة المواطنين الجزائريين من الخبرة تعنا في إطار التجارة الإلكترونية في إطار التمويل الإلكتروني وفي إطار الدفع الإلكتروني وأيضا في إطار تشجيع الشركات الناشئة وتشجيع خاوتنا الشباب الجزائري ونخلوهم يستفادوا من التجربة التي قمنا بها اليوم نحن ديارت زير شركة الناشئة تحصلنا على علامة الشركة الناشئة من وزارة الخاصة بالشركات الناشئة في إطار الدورات التكوينية في الرقمنا التجارة الإلكترونية الدفع الإلكتروني والنظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في الجزائر أود أن أشكر كل الحضور اللي جاونا وحضروا معانا الدورات التكوينية كانوا من مختلف ولايات الوطن من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال شرفونا بحضورهم وإن شاء الله نوعدوهم باللي تكون دورات تكوينية أخرى كي الناس التحقوا بينا وللأسف ما قدروش يلتحقوا بقاعة المحاضرات لأسباب الاحترام البروتوكول الصحي نحن نوعدوهم باللي تكون هناك دورات تكوينية أيضا تكون دورات تكوينية على المستوى المسويات الجهويان نكونوا حاضرين لخاوتنا في الجنوب ونكونوا حاضرين مع خاوتنا في الغرب وفي الشرق وفي الوسط أيضا دائما في إطار الرقمنة في إطار تطوير التجارة الإلكترونية وفي إطار التعريف بديارتزاير للتجارة الإلكترونية